مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهيري النادي الاهلي في كل مكان برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف خلينا نتكلم من دقايق قليلة انتهت مباراة منتخب مصر بالهزيمة أمام منتخب أسيوبيا 2-0 نتيجة للأسف نتيجة صعبة جدا 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 على كل مصري وعلى كل من يحب الكرة المصرية نتيجة غير متوقعة بصراحة رغم الفوز على منتخب غينيا منتخب أقوى كثيرا من المنتخب الأسيوبي لكن تأتي نتيجة ونتيجة كانت يعني ربنا سطر انها ما تكونش ثلاثة أربعة يعني كان ممكن النهاردة تكون فيه نتيجة كبيرة جدا جدا ونتيجة كارثية اي نعم 2-0 نتيجة كارثية للمنتخب المصري أمام المنتخب الأسيوبي ولكن خلينا نتكلم كل أمانة كان ممكن جدا النتيجة دي تبقى أربعة وخمس أهداف بصراحة الواحد حزين مش حزين على النتيجة لكن أنا دايما هنا في المحترف ودايما بكلمكم بكل أمانة وبكل مصدقية ودايما قلبي مفتوح وبقول تاني الناس ما تزعلش مننا نتيجة النهاردة مش يعني مش نتيجة لمباراة مش نتيجة لأداء سيء من الكابتن إهاب جلال مش نتيجة سيئة لأداء اللاعبين لا هي نتاج للأسف نتاج للكرة المصرية عبر السنوات الماضية نتيجة ودايما بيكون ربنا كده بيدي إنذارات ربنا دايما بيدي إنذارات وبيقولك إصحى أنت مش ماشي على الطريق السليم إنذارات كانت كتيرة جدا الفترة اللي فاتت العشر سنين اللي فاتوا رغم وصلنا كاس العالم 2018 لكن كان فيه دايما جرس إنذار خلي بالكوا الكرة المصرية مش في أفضل حالتها الكرة المصرية مش على الطريق الصحيح ظهر دوت جاليا وعاليا فيه خلال الأشهر الماضية خروجنا من كاس العالم 2022 خسارتنا أمام المنتخب السنغالي وخسارة الأمم الأفريقية عدم طبعا كمان هدخل للأندية عدم تأهل أوفوز النادي الآلي والزمالك وبيراميز والمصري النهاردة كمان هزيمة تقيلة جدا جدا من المنتخب الأسيوبي للمنتخب المصري أكلمكم بكل أمانة أنا متخيل بقى الوضع دلوقتي السوشيال ميديا هتبقى عاملة إزاي البرامج النقاط كل الكلام هيبقى على المنتخب المصري والنتيجة وحشة والأداء زفت وآسف في اللفظ الأداء وحش جدا ولازم من تغيير وأرجوك